متابعين الكرام أهلا وسهلا بكم وهذا الفيديو الجديد اليوم في هذا الصباح وخلال جولتي على الأشتال داخل المشتل الزراعي لاحظتم هذا النبات المصاب أوراقه بالذبول يبدو أن هناك مشكلة يجي معالجتها على الفور هذا هو نبات الشرع كما تلاحظون ذبول هذه الأوراق سنقوم الآن إن شاء الله بتغيير هذا الإصصيص وضعه في إصصيص آخر وإضافة طربة زراعية جديدة حتى يتمكن هذا النبات من النمو والانتعاش من جديد تابع معنا كيف سنقوم بهذه العملية في البداية ولنجاح عملية النقل وأحياء هذا النبات من جديد أحضرت هذا الإصصيص الكبير أكبر حجم من هذا الإصصيص كما تشاهدون فسأقوم الآن بوضع التربة الزراعية داخل هذا الإصصيص وملئه إلى الآخر ومثلما وضع النبات تابع معنا فهذا يتسع بشكل أكبر لكل النمو نقوم الآن بوضع التربة الزراعية في الأسفل تكون بهذا الشكل هذه الكمية تكون في البداية وفي أسفل الإصصيص الآن سنقوم بإخراج النبات من هذا الإصصيص الصغير ووضع داخل هذا الإصصيص الكبير هذا هو النبات كما تشاهدون كان داخل هذا الإصصيص نضعه الآن داخل هذا الإصصيص الأكبر حجم لهذا الشكل أصبح النبات بهذا الشكل داخل هذا الإصصيص الجديد ولكن كما تلاحظون هناك فراغات لأن هذا الإصصيص حجمه أكبر من ذلك الإصصيص الآن سنقوم بملء كل هذه الفراغات وملء كل هذا الإصصيص الأخير بالطربة الزراعية وفي النهاية نقوم بعمليات الزراعية إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله سأريكم كيف أصبح هذا النبات بعد الاهتمام والعناية به كان معكم المهدس مالكة وهدوبي من قناة علم الزراع